قدر من أو عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلينا أقول لحضراتكم أنه أكبر مشكلة بتواجه الفلاح أو المزارع هي الأسمدة وتوافر الأسمدة في الوقت المحتاج طيب وزير الزراعة في البيان شدد على المرونة في صرف الأسمدة على المزارعين يا جماعة ما تعقدوش الناس يا جماعة خليكم مرنين يا جماعة خلاصوا وقال أنه أكد صدق قصير وزير الزراعة على توافر الأسمدة قال الأسمدة موجودة الأسمدة موجودة في المخازن لكن في محاسبة للمقصرين في أعاقد الصرف وتعطيل مصالح الناس يعني الأسمدة الكماوي يعني بإذن الفلاحين يقولون كماوي موجود في المخازن وفي الشوان بتاع التخزين لكن في ناس عندهم هوا وغرض بيعطل بيوقف بيعمل بغيره الوزير قال لهم بالمرصاد الناس اللي هتعطل مصالح الناس ما يكونش أمامنا إلا المحاسبة الشريدة وعقد السيد القصير وزير الزراعة اجتماع لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض خلاة الوزارة ورؤساء الجامعيات العامة لإصلاح الزراعي والإتمان وإصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية وخلال الاجتماع تابع برامج الشحن والتوريد والأرصادة والإحتياجات وشدد على تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف الأسمدة وأكد على توافر أسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة لها 55% لإجمال الإنتاج يا جماعة يعني الوزير بيقول الأسمدة موجودة موجودة في المخازن تنميلي بعطلها هتلاقي يا موظف مرتاشي يا واحد ما عندوش ضمير يا واحد عندو هوا يا عندو رغو يعني إحنا يا جماعة لازم عايزين تغيير قواعد العمل والله تغيير قواعد العمل دي مش مسئولة وزير ولا رئيس مسئولة مجتمع مجتمع كامل لازم نتغير إحنا ليه بنقصد نقذ بعض إحنا ليه كل واحد فينا عايز يطلع مش على مجهوده على سلم مجهوده على سلم من الآخرين ليه أنت تطلع على سلمي اطلع على سلمك أنت ليه أنت عايز تاخد دماغي خد دماغك أنت أنت ليه عايز تاخد وتبقى غني أو تحقق وده مش غنى والله ده فقر اللي يدور على مال حرام فقر والله لا يسمن ولا يغني من جوع وكل واحد بيعطى المصالح الناس أسوأ وأخطر من اللي خد رشوة يعني اللي خد رشوة اللي خد رشوة في إيده وفي جيبه ده طبعاً اللهم من اللهم استعيخ ده لص لكن اللي يعطى المصالح الناس لا يقلل للرسلسية لأنه باسم بقى الفضيلة وباسم أنه كذا بيعطى المصالح الناس بالباطل بالمناسبة يعني موضوع الأسميدة ده برضو لو في حد عنده مشكلة يا جماعة من المزارعين من الفلاحين صفحتنا موجودة أقول لنا وإحنا نتواصل مع وزارة الزراعة هي سيدة وزارة الزراعة متجاوب متفاعل والمتحدث الرسمي للوزارة الزراعة الدكتور رحمد إبراهيم أعتقد من أفضل وأنشط المتحدثين في الوزارات المعنية ترجمة نانسي قنقر